موسيقى وحدة الجيش تتقدم بريف حلب الشرقي وتكبد إرهابي داعش خسائر كبيرة موسيقى الأزمة في سوريا حاضرة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وديمستورة بدأ توزيع الدعوات لحضور الجينيف المقبل موسيقى والقوات العراقية تحرز تقدما ملحوظا مع انطلاق عملية استعادة الساحل الأيمن لمدينة الموصلة موسيقى سادسة صباحا أعلم بكم تواصل وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في الريف الشرقي لحلب مع استمرار العمليات ضد تنظيم داعش الارهابي وذلك بهدف الوصول إلى مضخة الخفصة وبحيرة الأسد خزان مدينة حلب وتأمين الجهة الجنوبية من مطار كويرس العسكري مراسلنا وليد هناء والتفاصيل موسيقى عملية عسكرية مفتوحة ومعقدة يخوضها الجيش العربي السوري شرق مدينة حلب ضد عنصر تنظيم داعش الارهابي وتتقدم وحدات الجيش على الرغم من استخدام التنظيم الارهابي طائرات مسيرة مزودة بقنابل إضافة إلى استخدامه المفخخات والانتحاريين ومن خلال هذه العملية يسعى الجيش للوصول إلى مضخة الخفصة وبحيرة الأسد جنوب شرق مدينة الباب عمليات تطلبت الحكمة والجرعة من قبل وحدات القوات المسلحة سيطرت من خلالها مؤخرا على قرى مغارة أبو جبار ومشرفة أبو جبار وقرية بيجان وتلتها الاستراتيجية يضاف إلى هذه القرى قرى رسم الكما ورسم الكبير وشويلخ وتلحميم هذا واستعاد الجيش العربي السوري السيطرة على عشرات كيلو مترات من الخنادق والمتاريس والسواتر التي أقامها تنظيم داعش في محاولة لعرقلة تقدم الجيش في المنطقة أثناء التقدم كان الدور الكبير لوحدات الهندسة عبر تفكيكها مئات العبوات الناسفة التي زرعها إرهابي التنظيم في القرى المحررة هذه العمليات تتسم بالدقة والحزر والدخول من قبل قوات الجيش بعد عمليات التفافية أوقعت من خلالها عشرات القتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية أهمية كبيرة لهذه العمليات كونها تصل بقوات الجيش العربي السوري إلى مضخة الخفصة وبحيرة الأسد خزان مدينة حلب كما أنها تؤمن الجهة الجنوبية من مطار كويرس العسكري عمليات الجيش العربي السوري تأتي بكل جرأة وشراسة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وضد مفخخاته لا سيما بأن هذه العمليات تأتي تباعا للوصول إلى مضخة الخفصة وليد هنائي الإخبارية السورية ريفو حلب الشرقي سقط خمسة قتلى على الأقل بين صفوف إرهابي تنظيم شبهة النصر خلال عمليات الجيش المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفري من الريف الغربي لدمشق والقونترة كما سيطرت وحدات الجيش العربي السوري العامل في ريف حمص الشرقي على مساحات جديدة خلال ملاحقتها الإرهابي تنظيم داعش في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي جولة على أبرز المستجدات الميدانية نتابعها في التقرير التالي ضربات مركزة ينفذها الجيش العربي السوري ضد أوكار وتحركات التنظيمات الإرهابية على عدة محاور حيث وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرع في ريفي حماء وإدلب وحدة من الجيش كثفت من رماياتها النارية على تحرك أليات للتنظيمات الإرهابية في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمير سيارات مزودة برشاش والقضاء على عدد من الإرهابيين كما قتل الإرهابي عبد الرزاق الأشهب أحد متزاعمي تنظيم جبهة النصرع في ضربة جوية من سلاح الجو على أحد مقرات التنظيمات في قرية التمانع بريف إدلب الجنوبي ودمرت وحدات من الجيش يوم أمس ثلاثة أليات لتنظيم جبهة النصرع وقضت على العديد من إرهابيه في قرية الهبيت وركايا سجنة وعلى أطراف التمانع وفي قرية عتشان بريفي إدلب وحمى في طار الحرب على الإرهاب استخدمت القوات الروسية قاذفات من طراز توبوليف في استهداف مواقع إرهابي داعش أكثر من مرة آخرها كان قبل يومين فما هي ميزات هذه القاذفات وأبرز المهمات التي تقوم بها في هذا العرض لرامي عباس أهلا بكم أندريتوبوليف اسم ربما لا يعرفه البعض لكنه العالم السوفيتي الذي كان له بصمة في الحرب العالمية الثانية واليوم لقاذفات استراتيجية من تصميم مصنعه الذي أسسه عام 1922 حضور ودور كبير في الحرب التي تشنها روسيا على الإرهاب تعتبر القاذفات الاستراتيجية الذراع الطويلة لروسيا كونها تقلع من قواعد مخصصة لها في الأراضي الروسية تنفذ مهمتها وتعود إلى قواعدها ومن أبرزها ما يستهدف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا البداية مع قاذفة توبوليف 160 تسمى البجعة البيضاء وقد لا تحمل من الوداعة التي يوحيها اسمها شيئا إذا ما تم المساس بأمن روسيا تمثل أكبر وأقوى قاذفة استراتيجية في العالم نظرا لقدرتها على قصف أهدافها والعودة إلى قواعدها بسرعة تفوق سرعة الصوت يبلغ وزنها عند الإقلاع 275 طن ويمكنها أن تحلق بسرعة تتجاوز 2000 كيلو متر في الساعة تستطيع أن تحمل 40 طن الأسلحة والقنابل بما فيها القنابل النووية وصواريخ اكس خمسة وخمسون الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ اكس خمسة عشر الباليستية عشرة آلاف كيلو متر مسافة تستطيع البجعة البيضاء أن تقطعها وهي تحمل نصابها من الأسلحة بينما تصل المسافة إلى 16 ألف كيلو متر عندما لا تحمل أسلحتها قاذفة توبوليف 22 ام ثلاثة تسمى مفترس السفن ومن هذا اللقب يمكننا تصور المواصفات التقنية لهذا الوحش السوفيتي حيث يبلغ طول جناحيها 35 مترا وعلى مسافة 500 كيلو متر تستطيع صواريخها المواجهة تدمير الأهداف البرية والبحرية الكبيرة يمكنها حمل ستة صواريخ منها ثلاثة قابلة للتزود برؤوس نووية بالإضافة إلى 24 طن من القنابل قادرة على الطيران بسرعة 2300 كيلو متر في الساعة لمسافة تصل إلى 6000 كيلو متر قنابلها الانشطارية الشديدة الانفجار كان لها نصيب في استهداف تنظيم داعش الإرهابية شرق مدينة تدمر وفي السخنة ومحيط حق الأراك النفطية أخيرا مع قاذفة توبوليف 95 ام اس تسمى الدب الروسي وتستطيع أن تحمل على متنها 20 طن من القنابل والصواريخ إلى مسافة أكثر من 10 ألاف كيلو متر وبسرعة تصل إلى 830 كيلو مترا في الساعة قادرة على القيام بالرحلات الطويلة المعقدة في مفهوم العلاقات والتحالفات الدولية من حق روسيا أن تضمن أمنها وأن تتخذ الإجراءات والتدابير كافة لدرأي خطر الإرهاب عن أراضيها ترسانة عسكرية نوعية على مستوى العالم تتعاون مع الجيش السوري في مكافحة الإرهاب داخل سوريا ومن خارج الأراضي السورية هناك زائر روسي لا ترغب التنظيمات الإرهابية أن تسمع باسمه حتى ففي كل الزيارة تصب قاذفات التوبوليف غضبها عليها وتحيلها أثرا بعد عين أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاصة للسورية ستيفان ديمسور أن المحادثات القادمة التي ستجري في جنيف حول الأزمة في سوريا سدهتف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية للأزمة وعضح ديمسور خلال مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا أن محادثة أستانا التي جرت مؤخرا كانت تهدف فقط لتثبيت وقف العمل القتالية في سوريا مبينا أن محادثات جنيف التي ستبدأ يوم الخميس المقبل ستجري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ناجم عن التدخل العسكري للدول الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين وعشر ظريف في كلمة له خلال مؤتمر ميونيخ الأمني إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وبناء جسور الثقة وإرساء الأمن ومواجهة التطرف موضحا أن حل الأزمات في المنطقة ليس عسكريا وإنما عبر الحوار ضبابية أمريكية وتململ دولي حيال مستقبل العلاقات مع روسيا والموقف من الوضع في سوريا إضافة إلى اتساع نطاق التظاهرات المناهضة للناتو وسياسته العدوانية هذا ما كشفته الكلمات التي ألقيت لليوم الثالث على التوالي في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن في ألمانيا وطالما أن المؤتمر ينعقد في منتصف المسافة بين اجتماع أستنى ومحدثات جناف السورية فقد حضرت الأزمة في سوريا بكل تداعياتها وتحدياتها في كل الكلمات تقريبا وكان لافتا إبقاء واشنطن على موقفها الضبابية دون أي إشارة إلى أن إدارة ترامب بصداد اتخاذ أية إجراءات خاصة بسوريا سوى تكرار المزاعم بمحاربة تنظيم داعش الإرهابية وإعادة الحديث عن إقامة ما يسمى مناطق أمينة بتمويل خليجي مع أن ذلك يحتاج بالضرورة لموافقة الحكومة السورية وللتنسيق مع روسيا التي تسعى لتطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا قدم إلى المؤتمر ملخصا لعمله خلال العام الفائت مشيرا إلى الجهود الأمريكية الروسية المشتركة وإلى اجتماع أستنى واتفاق وقف الأعمال القتالية الثالث من نوعها ديمستورا حسم الجدالة حول جبهة النصرة بكونها منظمة إرهابية وأكد أن القرار 2254 هو النظم والحاكم للعمليات السياسية المرتقبة في جينيفا وهو الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة مغطنية إلا أن اللافتة كان نداء الاستغاثة الذي وجهه ديمستورا إلى إدارة ترامب للعودة سريعا إلى الانخراط في الملف السوري في ضوء الحرب على الإرهاب تزداد أهمية مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن ويعكس المؤتمر من خلال النقاشات التي يجريها المشاركون فيها مستوى الخطر الذي بات يشكله تنظيم داعش وتنظيمات الإرهابية الأخرى حتى بات الجميع يدرك أن الطريق إلى حل الأزمة في سوريا يمر عبر القضاء على الإرهاب وهذا يتطابق مع موقف الحكومة السورية ولو كره الحاقدون أعمال مؤتمر ميونيخ رفقتها مظاهرات ضد سياسات حلف النيتو وانتشار السلاح والفقري والجوعي في العالم تظاهر نحو 1500 شخص في مدينة ميونيخ الألمانية ضد اجتماع مؤتمر الأمن الدولي في المدينة المجتمعون الذين تظاهروا ضد حلف شمال الأطلسي وضد سياساته أطلقوا شعارات تهدف لنزع السلاح في جميع أنحاء العالم ودعوا للتضامن مع اللاجئين الاحتجاجات نظمت من قبل مجموعة الجناح اليساري المعروفة باسم التحالف ضد مؤتمر حلف النيتو للأمن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد حرب والنيتو في الحقيقة هو آلة حرب بيد أمريكا ويجب أن تنتهي هذه الحرب في النهاية والساس الأوروبيون هم مجرد دومة يتلقون أوامرهم من واشنطن موقع هذه المجموعة تحدث عن أن ما يسمى مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ والنخبة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تشارك فيه ومعظمهم من دول النيتو هم المسؤول الرئيسي عن اللاجئين والفقر والحرب والكوارث البيئية وحشدت الشرطة الألمانية أربعة ألاف عنصر أمنا في المدينة خشية من حدوث أي هجمات مقلقة إلا أن الاحتجاجات كانت سلمية جدران الفندق الذي يجتمع فيه المشاركون تحجب عنهم رؤية المتظاهرين الذين يستنكرون سياسة حكام بلادهم ولسيما أعضاء حلف النيتو الذي يدعم مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط ويدعي محاربتها في دول الحلف نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل بلدية الاحتلال في مدينة حيفة تحذر من كارثة بسبب الأمون عصفوحة ينبت زهر عجبالها ورد عطر أرض الرجول والفداء أمجادها توزع فخر لما بتشتد الليالي والنوار رصاص جيشنا هو الفجر جيش شعب كل سوا بيمشي على دروب النصر أهلا بكم من جديد قدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفة شمال فلسطين المحتلة إلى المحكمة المركزية في المدينة ردها على استنف شركة حيفة كيمياليم لقرار المحكمة والذي يلزمه بتفريغ خزان الأمونيا الكبير في خليج حيفة وجاء في معرض رد البلدية بحسب الإذاعة الإسرائيلية أن وجود هذا الخزان يشكل خطرا كبيرا قد يتسبب في كارثة بيئية قد تؤدي إلى مصر عمئات الألاف من الأشخاص وذكرت أن هذا الخزان يتم استخدامه بدون ترخيص وكانت المحكمة الإسرائيلية قررت قبل أسبوع إخلاء خزان الأمونيا المتواجد في خليج حيفة المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام وذلك بعد أيام من صدور تقرير يبين مخاطره والتوقعات بإمكانية تسببه بمقتل عشرات الألاف حال استهدافه بأي حرب أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية عن حصيلة عملياتها في محور جنوب الموصل عقب استأنف عملية تحرير ما تبقى من المدينة وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رأت شاكر جودت في بيان أن حصيلة عمليات الشرطة الاتحادية في محور جنوب الموصل أسفرت عن قتل تسعة وسبعين إرهابيا من تنظيم داعش وتدمير ثلاث عشرة آلية ملغمة وثلاثين عبوة ناسفة وتدمير ثلاثة أنفاق وخمسة أحزمة ناسفة والاستلاء على مستودع للمقذفة نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمنا يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة من مدينة الموصل كما حررنا المناطق الأخرى ونعلن لقواتنا البطلة أن تنطلق بكل شجاع وبطولة لتحرير ما تبقى من هذه المدينة ترجمة لأعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من إرهابي داعش أكدت قيادة عمليات قادمون يا نينوى تحرير قرى باخيرة وعذبة واللزاكة غرب الساحل الأيمن للمدينة قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قال إن قيادة الفرقة التاسعة حررت قرية باخيرة غرب الساحل الأيمن وقرية عذبة على طريق الموصل بغداد وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل وفرضت السيطرة على محطة الكهرباء الرئيسية في اللزاكة ورفعت العالم العراقي فوق مبانيها وما أن أعلن العبادي انطلاق العمليات حتى تسابقت القوات العراقية بمعنويات عالية تجاه الأهداف المحددة ضمن عمليات تحرير الساحل الأيمن من الموصل وتخوض قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحج الشعبية معارك الشرف لتحرير كامل الموصل من إرهابي داعش وإعادة الأمان إلى هذه المدينة التي ينتظر جميع العراقيين تحريرها القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغاني الأسدي أعلن أن القوات الأمنية أكملت جميع مستلزمات معركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل من سيطرة إرهابي داعش ومع انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن يأمل العراقيون وخاصة أبناء الموصل تحقيق نتائج سريعة ليتمكنوا من العودة إلى ما تبقى من منازلهم ونفض غبار الإرهاب عنها إيران تختتم مناوراتها الأحدث تحت مسمى المدافعون عن سماء الولاية والتي تم خلالها استخدام مختلف عنواع المنظومات الصاروخية وذلك عقب عقوبات أمريكية جديدة على إيران بذريعة تجاربها الصاروخية كفرقاعات جوفاء تنظر إيران إلى التهديدات الأمريكية الموجهة لها رفضة إياها جملة وتفصيلة فالدولة التي نجحت بفرض نفسها واقعا قويا على المشهد السياسي والإقليمي ترفض رفضا قاطعا أن تعمل بغير وزنها ردت إيران على التهديدات الأمريكية بحزم كلامي وميداني فبعد العقوبات الأمريكية بذريعة أن طهران أطلقت صاروخا باليستيا أجرت إيران مناورات دفاعا جوي للحرس الثوري بهدف عرض الاقتدار والجهوزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد في منطقة سمنان العامة شرق طهران تحت اسم المدافعون عن سماء الولاية تم خلالها استخدام مختلف أنواع المنظومات الصاروخية مناورات وصفتها إدارة الرئيس ترامب بأنها لعب بالنار لتتخذ المواجهة بين الطرفين منحا تصاعديا وصلت حد وصف وزير الدفاع الأمريكي إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ورغم أن طهران فندت هذا الكلام في وقته وأكدت أن الولايات المتحدة هي التي تدعم الإرهاب في العالم إلا أن ردا آخر بقيت تحافظ عليه إيران وهو تأكيد الجهوزية الدفاعية في حال أي اعتداء وكالة فارس الإيرانية أكدت أن القوى البرية للحرس الثوري سوف تبدأ مناورات الرسول الأعظم الحادية عشر الكبرى الدفاعية الأمنية يوم الاثنين في وسط وشمال شرق البلاد ونقلت الوكالة عن قائد القوى البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور قوله إن هذه المناورات ستجري على مرحلتين حيث ستشهد المرحلة الأولى استخدام الصواريخ المتطورة والحديثة والدقيقة للقوى البرية للحرس الثوري كما سيجري اختبار صواريخ جديدة لا تزال زيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا بدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محط انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة فقد وقع أكثر من مليون وثمانمائة وخمسين ألف شخص على عريضة تطالب بسحب الدعوة وإلغاء الزيارة ومن المتوقع أن يجتمع مجلس النواب البريطانية الاثنين لمناقشة العريضة حيث وقع 163 نائبا على طلب منع إلقاء ترامب خطابا في مجلس العموم من بينهم رئيس المجلس جون بيركاو العضو في الحزب المحافظ يأتي ذلك غداة رفض الحكومة تلك العريضة حيث أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن ترامب سيحظى بزيارة رسمية كاملة لبريطانيا أعلن رئيس الوزراء الإيطالية سابق ماتيو رينيزي استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم وذلك خلال جلسة الجمعية العمومية للحزب في روما وقال رينيزي مخاطبا الحزبيين الذين طالبوه بعدم الترشح أو ترشيح نفسه من جديد لمنصب زعيم الحزب تؤلمني كثيرا كلمة انقسام ولكن الابتزاز أسوأ منها بكثير لا يجوز أن يتعطل عمل الحزب بسبب ديكتاتورية الأقلية شهدت باريس مظاهرة نددت بالعنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية على خلفية اعتداء مفترض على شاب من أصول إفريقية يدعى ثيو خلال اعتقاله ظاهرات جديدة في باريس ضد ممارسة الشرطة الفرنسية ورفضا للعنصرية أكثر من ألفي شخص تظاهروا ونددوا بالعنف الذي تمارسه الشرطة على خلفية اغتصاب مفترض لشاب أسود يدعى ثيو خلال اعتقاله مؤخرا المشاركون في المظاهرة التي نظمتها جمعيات مناهضة للعنصرية ونقابات ومنظمات مدرسية وطالبية إضافة إلى نقابة القضاة وشارك فيها العديد من النواب رددوا الشعارات لن ننسى ولن نغفر وطالب المتظاهرون بنزع سلاح الشرطة وجاب المئات من المتظاهرين ساحة الجمهورية في باريس وواجه استفزازات شفوية إلى قوات الأمن المنتشرة في المكان من دون وقوع مواجهات على عكس تجمعين يومي الأربعاء والخميس الماضيين تسبب باصطدامات في باريس وبوبيني الضاحية الشعبية في شمال شرق العاصمة ويطالب المشاركون والمنظمون لهذه المظاهرات أن تتحل السلطات الفرنسية بالنطج للتعامل مع مشكلة دنيوية تتمثل في العنف الذي تمارسه الشرطة وغادر الشاب الأسواثي المستشفى الخميس الماضي بعد أسبوعين من تعرضه لاغتصاب مفترض بواسطة هراوة خلال عملية اعتقال عنيفة في الثاني من شباط الجاري في منطقة أولنايس توبوى قرب باريس وتم إيقاف أربعة شرطيين رهن التحقيق أحدهم بتهمة الاغتصاب ورغم مغادر الثيو المشفى إلا أن الأزمة لم تنتهي وتنذر بمخاطر كبيرة ما لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين تذكير بالعنوين وحدات الجيش تتقدم بريف حلب الشرقي وتكبد إرهابي داعش خسيرة كبيرة الأزمة في سوريا حاضرة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وعدم السورة بدأ توزيع الدعوات لحضور جنيفة المقبل والقوات العراقية تحرز تقدما ملحوظا مع انطلاق عملية استعادة الساحر الأيمن لمدينة الموصلة إلى اللقاء